في البداية يقال أنا حب أعرف من حضرك مدى صحة هذه المقولة أنه في شخصيات بتكون عندها أكتر قابلية للإدمان أكتر من غيرها هل ده بالفعل صحيح؟ طيب طبيب نفسي أطفال اسمه رايماير بيقول أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك فحسن صنع ذكراته طيب هل في قابلية؟ طبعا طيب قابلية لبعض أنواع الشخصيات طب هي بتكون إزاي؟ أنا ده من بقول أننا محتاجين في كل بيت شنطة إسعافات سلوكية لكل الطرق السلوكية التي قد تطرق على الأسرة طيب أول شخصية عندها استعداد الاستقطاب لتعاطي المخدرات هي الشخصية الاتكالية الاعتمادية تلبيت كل الاحتياجات وهو صغير طيب هو ده بيعملي ده بعد كده حاجة اسمها اطراب الانفصال أو اطراب التعلق يعني دايماً بيعمله كل حاجة فأصبح شخصية اتكالية بيعتمد عليها في كل حاجة فالطراب التعلق المرضي بيخاف من انسحاب الأب والأم فلو حصل جيه بيبي جديد أو ماما أو بابا سفروا أو تعلقوا بحد تاني أو الوقت اللي كانوا بيقضوا معايا هو منطرة الأمان كان بابا وماما فلازم ألجأ لجامعة الأصدقاء اللي هو من المتحدة أكدت أن أكثر من 8% من المراهقين اللي انجذبوا لمخدرات كان بسبب أصدقائهم عشان كان فيه فجوة في الأسرة فالشخصية الاتكالية أو الاعتمدية لازم توصل إلى اطراب التعلق فبعد كلا لو بابا وماما حصل فيه أزمة في الاندماج معاهم أو فترات اللي كانت بقعد فيها فترات طويلة فلازم أعمل شوز دفاعي وحس بالأمان فحس بالأمان دي زي مع صحابي فبيحصل إيه؟ تبني السلوك الخاطئ أنا أحزبا حتى فكرة الخروج يعني شخصية الاتكالية دي حتى فكرة الخروج للمجتمع أو لأرض الواقع لما بيقبروا شوية إن كان في شغل أو غيره برضو بيبقى بيلاقوا صدمة ما بيعرفوش برضو يتعاملوا طبعا ده الشخصات الاتكالية هم أكتر عرضة للاستجابة للتنمر بيتقبل التنمر علشان محتاج يشعر بالأمان فهيقبل بالابتزاز العاطفي منك بأي شكل كانت أي شكل مع شكال التنمر وقد تصل إلى التحر وهو قابل علشان يبدأ يشعر بالأمان فهو تمام فهيتبنى السلوك الخاطئ مع أصدقائه ويبدأ يجرب عشان بس ينال إعجابهم ده أول شخصية الشخصية التانية اللي هي الشخصية المجازفة الشخصية اللي بتحب تجازف الجريء 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 لو أنا معرفتش أعرف أتأهندل معاه أو أحتوي بالزبط وخصوصا لو استقبلناه من مرحلة الطفولة كوخي يا بابا عيب يا حبيب ما تعملش كده أعمل كده دائماً للجبرات فهيعمل إيه؟ هيعمل إسقاط نفسي عايز يكون زي صحابه في العالم الإفتراضي فإمتى أبدأ أشعر بالذاتي أشعر بالذاتي أني بعمل زي حاجات الكبارة بيعملوها الحاجات البعيدة على الواقع في العالم الإفتراضي فعشان كده بنسمي العالم الإفتراضي بعض الأوقات اضطراب العالم الإفتراضي اللي بيبدأ يجرب زي صحابه الحاجة السلوك المعادي المنافي للواقع فهيعمل حاجة أكستريم تماماً حاجة المجتمع مش متقبلة عشان يشعر بالسعادة فإيه اللي بيحصل في المخ؟ حاجة اسمها جيل الحاجات السعادة أو الشعوب بالفرحة فبيبدأ يرتبط بتعاطيل مخادرات ثالث شخصية الشخصات المتوضع أو اللي ما عندهم سقاب الناس اللي دايماً بيتم الضغط النفس عليهم الأب والأم عايزين منهم كل حاجة فهو عايز يرديهم فيبدأ معدل الضغط النفس يزيد فبيحصلوا حاجة اسمها اضطراب الصدمة اضطراب الصدمة هو مش عارفه مضغوط ليه بس هو ميش بان عليه هو لس طفل أو لسه مراهق صغير بعد كده بيوصل بقى لمرحلة يا إما يواجه يا محادة الانسحاب محادة المواجهة أو الانسحاب هيقدر يعرف اللي عنده مشكلة ولا فالأدنيني منه أدنيني كوتوزول بيزيده بشكل كبير جداً فمعدل الضغط النفسي بيزيد فبيجيله حاجة اسمها اضطراب الصدمة أو اضطراب الكرب فبيوصل عنده اضطراب نفسي فلما يوصل الاضطراب نفسي بيبدأ فيه مشكلة في التقالبات المزاجية أو المزاج العصبي طب إيه اللي بيعلي سرطنين ودومين؟ مخاطرات فيبدأ يشعر بالسعادة فيجيله ارتباط الشرط الإيجابي إن ده شيء بيشعني بالسعادة فهيبدأ خلاص هو برضو فيه مشكلة أنه 11 سنين مش عارف فريق من خلوة الواقع مش متخيل مدى المأساة اللي ممكن يابلها ويخش على المراقة هيبدأ يميل المجسفة لحد 18 سنة ودي مشكلة دول 13 سنة مشخصية بالزبط